ستة أشهر مضت على الكارثة التي حلت في مرفأ بيروت ولا تزال الحقيقة مغيبة أو تكاد تكون مطموصة تاركة وراءها أوجاع مدينة مدمرة وجروحا مفتوحة في نفوس عائلات الضحايا التي تنتظر محاسبة المسؤولين عن قتل أكثر من مائتي شخص وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين المرصد الشعبي لمحاربة الفساد الذي يتابع القضية أكد وجود محاولات لتجميد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بحجج الحصانات الرسمية والتي من المستغرب بحسب المرصد ألا تكون السلطات اللبنانية قد أسقطتها أمام جريمة بهذا الحجم وعلى العكس توجهت لتكبيلها ووضعت خطوطا حمراء أمام السلطات القضائية والأغرب أن أحدا لم يقدم حتى اليوم رواية متكاملة لما حصل من لغز نترات الأمونيوم والكمية التي انفجرت فعلا وما للذي استقدمها إلى السؤال عن علاقة النظام السوري وحزب الله بالجريمة منظمة هيومن رايتس ووتش من جانبها أشارت هي الأخرى إلى تقاعص رسمي لبناني عن إحقاق العدالة تجلى بتحقيقات متوقفة مليئة بالانتهاكات الجسيمة ومحاولات الزعماء السياسيين لوقف التحقيق وهو الأمر الذي يعزز بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل وهي حيثية أكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان راف طراف حاجة اللبنانيين إليها لمعرفة ما حدث في الرابع من آب والإسراع في تحقيق العدالة والمحاسبة ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومن قبلهم رفيق الحريري وعشرات الضحايا في لبنان وآخرين لا يزالون مفقودين في السجون هي قضايا تكرر الصور المأساة في بلاد لا تزال الاتهامات فيها موجهة ليد النظام السوري الطويلة يضاف إليها نفوذ حزب الله وسلاح ميليشياته التي شكلت جيشا داخل جيش الدولة وبسطت نفوذها على منافذه الجوية والبرية والبحرية ثم ما لبث أن تبرأ بكل بساطة عن وصايته على ميناء بيروت في بلاد تعلم تماما تحكم الزعامات وجنرات فيها